اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ديوفنا مميزين جدا دفين بيجمع بينهم حاجات كثيرة جدا ولكن مختلفين في حاجات قليلة معانا الناجم مش عارف الحقيقة اقول الملحن ولا المطرب ولا الفنان ولا الممثل ولا ايه ولكن هو فنان موهوب جدا جدا الفنان عصام كاريكا معانا كمان فنان اثار الجدل وانتقد كثيرا ولكن شباك الارادات بيقول كلام مختلف تماما اعلى ارادات يمكن في الافلام بتاعته ناس كثير اوي ما بتفرحش غير لما بيجي الفرح بتاعه من فنان سعد الصغير بالرغم الناس كثير اوي بتنتقدك في افلامك والناس كثير اوي تقعد تقول الرأس والاسفاف وشباك التذاكر بيبقى عامل ارادات غير طبعية في اول يوم ازاي اللي بقوله اللي بيقوله الرأس والاسفاف بتاع دول ناس حقدين واتليهم كم ناقد كده هم مراتهم مراتهم نكد عليه فبيسعى الصبح مش لاحد يشتم وراح شاتم في ساعة الصغير لكن الشباك ده هو الجمهور وانا من الجمهور وعندي ما وهيب هو ربنا بيكريم لي بس وام دعيالي نفس السؤال ايه التناقض الفضيع ده بين ان الناقض فني يطلع والناس كلها تقولك لا 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 افلام سعد صغير اا الافلام اللي فيها غنوة ورأسة دي بتعدي كده مرور الكرام وبتتعامل دي افلام تجارية وبعين تلاقي ارادات غير طبيعية وتلاقي اجر هو نفسه في العالي جدا ليه ايه التناقض ده الافلام اللي بيعملها سعد هي فيها انتاج كويس سبكية دعاية كويسة جدا بيجيب قصط مع سعد كويسين قوي وسعد بيغني اغاني حلوة في الفيلم فبتلاقي الدعاية والوجوة تخش الفيلم تبسط وبينزل في العيد كمان فبيحقق اعلى ارادات لو جالك الاختيار بين مثلا تلحين لاغنية لعمر دياب ولا تامر حسني ولا سعد صغير تختار مين اختار اا اختار عمر دياب واختار سعد تامر حسني لا لا انتي بتقولي لي ولا عايزة تختاريني في لي لا لا كنت عايزة واحد واحد اختار اا اختار عمر دياب ليه عمر عشان عملت له مجحنا سوف حاجات وشفت ده بعيني مع الجمهور اللي انا عمله يعني كنت عملت له وهي عاملة اي دي الوقت ومين هون عليها الوقت عادي اغاني تختار اه اه اختارت بعد ايه سعد عشان سعد يعني في كل افراح مصر فاغنيتي هتتسمع انت اللي بتختار سعد ولا سعد اللي بيختارك هو انا وصعد صحابي يعني لا يعني لما بيجي يعمل اغنية بيقول انا عايزة عصام كريكا يلحن لي ولا انت اللي بتكلمه تقول يا سعد انا اخترتك عشان عندي لحن كويس اه في كده وفي كده بس سعد نجاحه مع محمد عبد المنع الملاحي اكتر مني اه اما يجي قول لي 000 طب مش هارف ايه قوله اللي انت مع محمد نجح ونكسر ال دول كاني هو اللي بيكلمك مش انت اللي بتكلم والله لا اه انا بكلمه هو بكلم 我們 واحد ايه الفيلم اللي انت عملته او الاغنية اللي غنتها واندمت جدا بعديها ولا اغنية ولا اغنية بanting بعمل حاجه وانا مقتنع فيها لان انا ما بخدش رأيي من النافس على انا معايا معايا كتيبة. فرقة كلها. مين? فرقة. تعالى جماعة اسمعوا الاغنية دي. لو مش عكبكو رفعو ديكو. كده. فما فيش اغنية بفضل. انا شفت واحد معك بارة بيشتغل اسمه حنبوزو. ده حنبوز ده مدير اعمالي. اه. بتاخد رأيي حنبوزو? اه. في الحاجات اللي هي تودي في دهي بس. اه. اه. يعني بتاخد رأيي حنبوزو تقولو الاغنية دي كويسة او لا? عمري في حيات حنبوزو لو خطر ايو كان زماني دلوقتي قاعد ببيع. اه. ببيع. اه. بتاخد رأيي مين مان ما شفتش غير حنبوزو معاك. اه. بتاخد رأي مين. لا ما انا. انا اصلاح صام مسلا اتاني اغنية بباخد على سيدهاية. اه. وروح عندنا في قصات حي كبير جدا جاي بالفرقة ومشغلنا. الجماعة اي رأيكو بيرفعو ديهم. او منزلوا ديهم. في عشرين الفعو وعشر. لا. كده. لكن انا ما ماخدش رأيي من نفسي ابدا. ايه رأيك في موقف ان اصام اه. قرر يغني لمجرد ان هو يبقى معروف عنه كان ناجح جدا كملاح. اه انا هو انا كرأيي في اسطنو ههو ملاحai شطر جدا جدا جدا. فكون Bong, اه 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 اه. اه 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 يغني. انا كمطرب اه بقولك لأي حد تانا يقول لك الرأي ده. هيبلك ليه اغني ليه. فانا بقولك ليه اغني ليه. ليه لانو. لانو بياخد من بياخد مني. بياخد مني. واصلامة انت ما شفتهش فالأول كيت شفته فراح. عامل شو خطير مني. فانا بكلمك انت بتقول لي بصراحة. يا صامة كريكة بياخد من ساعة صغيرة. فليه يغني. يخليه في اللحنة وهو كده بيكل عيش وكده بيكل عيش. لا رد دبلوميسي ولا بجد؟ لا بجد. بياخد منك يعني بياخد منك افراح يعني اصدق؟ ولحن. بياخد مني كل حاجة. بياخد منك لحن. بياخد ما لحنة هو عمل لحنة مثلا. لا انت بصراحة ش شايفه ناجح اكتر في ايه؟ في اللحنة طبعا. في اللحنة. اه اللي كنت ده بقولها ليه انا ما غنياش انا. ليه. فهو اخدها يا حضرت ايه ليه. ده اللي بقولهولك يعني. ليه بقى اخد. كنت انا اولا بيها. هشتغل اكتر. لا من غير كده من غير المصلحة دي. اه. اصام كريكة بالنسبة لك مطرب ناجح؟ لا لا ملاحم بس طبعا. ملاحم. ملاحم طبعا بس مطرب دي لا. بس انا مش مطرب لأ عشان صوته عش. لا هو ملاحم بس. مطرب لأ ب يخش في دوامة تانية مش مش بتاعته. ايه بس انا عشان اسألك سوال. يعني ما تيجيك قيمة عصام كريكة. اه مش ساعد اللي حيقولك عصام كريكة مطرب ولا مش مطرب. ليه مش ساعد ناجم ومطرب؟ ليس يا صام دي. لا اقولك اقولك بس خد من يعرفه بغلط. اما نيجي نسأل ده مغني او مش مغني في اهل للموضوع ده. مش اي حد نسأله اي حد نجاو. فهما؟ لا هو مش اي حد ده ناجم ومطرب. اقولك عصامك لمغلطش. لا. اصلاً انا عقني بس انا مش عارف ايه ولا حم بس. انا اعتبر انها تماعة اي حاجه. اللي اعتبر انت ملاحم. نعم مش تماع انت قلت الحقيقة قلت مورة الشغل انا بشوف عصام كريكة ملاحن. بس مش دي الحقيقة انت تقول انت قلت الحقيقة. نكسى عرفك ان دي حياها. حد نعم. لأ لاrut أنت حقيقة من وجهة نظره. مش عشانUA انت بتاخد منه هو بيقول انا شايف ده اشاك يقول لي كم لاحن بس مش مطرب ده ايي بقى ويجد تلحيل سعر ده اي بقى ويجد تلحيل سعر كل عصر انا ده انا بالم اذهب بس فجأة هو ما بقاش حد خالص لما قال كده كنت ايه لما تيجي تسألي حد تسألي حد غير سعر لا حد في الفن يوك تقييم محد في الفن هو مش في الفن لا اسمعين فيا حاجة ما اقولك اجي اقول ريهان مزيعة ونوك شاطرة ولا لا لازم يوحد فاهم يعني ايه كلمة موزيع يعني هو مش فاهم لا هو فاهم بس ما ما يقايمنيش وخلاص بس لو فيه افيش وعليه فيلم وانتو اتنين ابطال من اسمه اللي يتصدر اسمه؟ لا هو يتصدر ليه؟ ليه بقى؟ لانه هو عامل ارادات في السينما انا عملت فيلم اسمه عايز حقي من زمان انا وهاني رمزي اه مكررتش تاني رجح عشان اللي حاصل في البلد وما كربتاش وما كربتاش تاني عشان كده بقولك انا عملت فيلم واحد زمان ايه وكنت دور تاني يعني انت ما عملتش دور تاني انت؟ ما ينفعش عمل دور تاني انت عملت لخمة راس مع احمد رزق دور تالت قلت انا البطل حضرتك احمد رزق؟ اه انا البطل النهاردة فرح يا جدعان انت داخلين عشان النهاردة فرح يا جدعان ساعة الصغير احمد رزق انا عارفة الاغنية بس انا مشوفتش الفيلم نجمة على عيني وراسي بس انا اللي كنت البطل بفضل ربنا ده مش مغرورة على فكرة الناس دخلت بس انت اسمك ماكتبش ابل اسم احمد رزق في القفيش مش بالاسامي مش بالاسامي مع عليا الترب بتلاتة اي فيلم حضرتك انا ما بتكلمش في الاسم انا هميني بس صورتي ما انت يا سعد لو نجم الليلة هيحطوك انت الاول او لو هم شايفين ان انت النجمة هيحطوك الاول خش عن انت كده حرجات لخمة راس هتليقين انا اعلى محمد رزق في القفيش وعليا الترب بتلاتة واي افلام هتليقين انا كنت وفي عليا الترب اعلى لا دينا مكتوبة لان انا عامل موسيقى تصوريات تعالى الترب دينا او الاسم في الفيش عشان زعاقت وعياتة احمد السبك عملت مشكلة في البتاع والنبي يا اي حد انا اروح اعياد دلوقتي المنتجة اقول له حط اسمي الاول هو بيخاف على زعالة احمد السبك هاتلي انت الاخمد راسي يقول لك احمد رزق انا قبل اشرف عبدالباي واشرف قبل احمد رزق هنخش عن انت دلوقتي حضرت احمد النجوم ساعد صغير نرجع معه مرة تانية وفي ان انا اصام كريكة بعد الفاصل يعني يعني ازعل يعني مش كلمة كليك تبان ان انت مغرور موت قدام الناس الاسعود انا مغرور يا اصال انا مغرور يا اصال اصال انا 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 والله اتلام غلط لا لأ انا مغرور اصال صح الناس هتاخد عنو فكرة راحشة جدا هاتي ليه Eli الشعي عشاء الناس ومشكدة بردو مغروف برضه بسلم عن الناس برضه مش عادي في حد بيجي علي اوقات هو مغروف انا مغروف ايوه يا ابني بس كده غلط وحياك لتقابل الله او الصعود ايوه استاذ ايوه استاذ ايوه استاذ ايوه استاذ ورجعنا مرة تانية مع فنان عصام كاريكا والفنان صعد صغير واسمحولنا نبدأ الفقرة دي بفيديو ونشوفه مع بعض عصام لو انت قاعد النهاردة بتفكر انت تدي مثلا نصيحة لكل نس جديدة بتبتدي وجوه شابة ممكن تقول ايه الغرور اول حاجة يعني ساعات فيه فنان بيكون اهله اصلا مش عارفين ان هو بيمسي وهو بيفتكر ان هو يا مهنة يا مهنك فده الغرور انسى الغرور لان لو تبص هتلاقي فيه فوقيك ناس كتيرة مكسرة الدنيا ومش مغرورين وده حاجة انت لسه مسجله حاجة ده باته ازاي يعني لابس ربسين في وقت واحد كان مقلب بتعمل فيه بس هو انا هسأل سؤال تاني خالص يعني انت بتكلمها على برنامج انا عامله بقالي سنتين بتقول لي لسه عامله دلوقتي انا عمال تقول لي الغرور روح تجابين الفيديو خلاص هم بسامعوكو في الفاصل فحطوه فيه اعداد في الكنترول بلاي عاجة ما جبت ليش انا كمان فيديو زيه في فيديوهات كتيرة لساعة داعتها هتجيب لك هتجيب لك اه فانان عصام كاريكا في ناس كتير قوي ممكن يكونوا شايفين ان الفنان ماينفعش يمثل او 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 مش ممثل قويس وتلاقيه عالي جامد جدا على حد دارس فنون مصرحية وممثل جامد بتاعه يا ربنا شاور يا ربنا شاور قال لك روح سيبك من كل اللي بتقال من نجاحه بالنسبة لك كان مذهل وغير مبرر مش قصدي ما عندوش موهبة لكن قلت تلعب سرعة قوي وكان غير متوقع لا فيه 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 حاجات كتيرة حصلت في السوء تطلع تطلع طفرة كده تلاقي كل مصر بتتكلم عن عن الحدث ده يعني مسلا احنا الايام دي فيه اوكا وارتيجا مسلا كل الدنيا بتتكلم عليهم ما توقعتش انت عليها عليها يا نكحين نكحين والولاد بيحبوهم ومكسرين الدنيا وافراح وما بيشتغلوا استاذ اوكا وارتيجا دورت صوتهم حلو حضرتك كمان انت عاكبين لا احنا دلوقتي بنقول ان فيه حالة انت مش لو انت مش مقتنع ان الاتنين دول في الوسط دلوقتي ليهم قاعدة عريضة والناس بتحب تجيبهم في حفلاتهم وعاجاتهم انت بتقابلهم في افراح ولا لا بقيلهم في فرح ما شوفهم مش في افراح خالص انت قابلتهم في افراح اصلا انا الحقيقة كنت عايز اجيبهم في فرح ما عرفتش طيب اهو ليه ما عرفتش مش لاقي تلفوناتهم والله لا مش لاقي تلفوناتهم حضرتك والله العظيم ما كانش عندهم وقت هو اجيبهم ليه حضرتك يعني وبعدين رفعوا اجروهم الاسبوع اللي فات من كزا لكزا جاملتك هم بيش تاقول حضرتك انا انا حاس انتم كلموني على حد انا معرفونش عايز اقولك حاجة بحسب خبرتي يعني هم اجروهم بقى زي اجرك تلوقتي اوكا اورتيجا اه ده مستحيل رابع المستحالات حضرتك انت بتاخد جنف الفرح ااخد ما زي ما باخد بقى حضرتك مش تاعد ضرائب طب انا بقولك ان هم بياخدوا رقم الان لا انا اعلى انا اعلى اجر مطرب شعب يا حضرتك اقسم بالله العظيم اوكا اورتيجا الاسبوع اللي فات اجروهم علي بقى قد اجرك بالزبط انا بقولك في الفاصل حضرتك انا باخد كم انا بقولك والله العظيم ما انا عارف اجرك كم باخد خمس تلاف جنيه اجري لا يعني مهم انت حضرتك الاستاذ اعصام انت حضرتك اوكا اورتيجا دول حضرتك هما دول اللي هما عاملين حالة في السوق حالة ايه حضرتك انت لازم تكر بيها لا انا مش تكر بيها ومحاديش بقول الكلام ده لحضرتك والاستاذ اعصام يا استاذ ده انت دارس عصام كريكا نجم مصر العمل عمر دياب كل اوكا اورتيجا شغالين لا مش شغالين واببلاكش في افرح وقاعدين اه بيشتغلوا اه اشتغلوا في تنجيد في حنة لكن في فرح عارسوا اروس لا انت ليه متحول لك لا مش متحول حضرتك بقول لك الحقيقة اوكا اورتيجا شغالة في حنة في زفة لكن في فرح ييجوا في فندق لا طبعا لا اوكا اورتيجا اوتو تيو اوكا اورتيجا اوتو تيو عشان الناس الطيبل او طيبل ازا حالتنا او يعني يا جماعة اقولوا ايه يا ليل اوكا اوتو تيو اوكا اوتو تيو اوكا اوتو تيو اوه طب ايه انت البرنامج ده هتخسر من خلاله ناس كتير لا مش اقل ده اسمه بصراحة حضرتك انا في رمضان اكتب يعني احنا موكن نغني عشان الموضوع هتوتر جدا وانحالة هيتمتش نفسها لا انا مو بغنيش انا رجع ملاحن انا رجع ملاحن انا رجع ملاحن يعني مش هتغني تاني انا مش هغني خلاص. حضرتك قول قدام الناس كلها انك مش هتغني تاني. متخصفين. ايه ايه. لا انا مش هغني دلوقتي. وانا فرقيتك فرقيتك استاذ والله العظيمة خودها تشتغل معي. لا فرقيتك كلها بتشتغل مع نجوم كبار. طيب ما انا برضو نجيبك يا نيب كبار. ايو حبيبة بصوت هم يعني شغلين قريدي. حبيبة سيبولك عصام اي بصوت الحبيب. هم شغلين قريدي مع ناس. طيب يلا يا سعدة غنيلنا حاجة لحنهالك الفنانة عصام كريكا. سادة اصام يغني حولتك هو الملاحن هو الكبير والقائد فلازم ان هو يغني حولتك. لا قائد النهاردة مش هيغني. عشان اقول لا انا. مش انت قلت في الاول هو ما ينفعش مطرب غني من الحالة. يعني مش هيغني تاني. اه. ولما حط رجل على رجل حضرت ما اتكلمتيش. ده بس عايزة افهمك ان الحالة فيها تطبيل كتير. الحالة فيها تطبيل كتير. لو انا اغنيت دلوقتي انا اعتزلت الغني. لا حط. وتديني الاغني بتاعتك كلها. يا سيدي حط الميكروفون لا انت اتغني ولا انغني. اي حاجة. خلاص غني انت بقى. انا بضحكي كزا. والله في حاجة. مفيش حاجة باستاذ خلاص استاذ. خلاص يلا يلا نارك. سعد ممكن هنغني اغنية? لا مش هنغني اغنية. خلاص بايش غنة بقى. وكل ده سعد عشان اقولت مش عارف ايه. يا اخواننا عايزيني شلاف المنتاج يا سيدي. او الصوت اكيد انا مش قصة. بس انت بتزيدها الصوت. يارب بس نقول الصراحة بقى نقول الصراحة بس ازا. طبيعة. مش سيزا. حكي عليها يا بس اول مرة ركبت فيها طيارة. كان فين? رحت فين? وانا اظهركم بابايا على طول بنقد الوك اند على طول في على طول. يعني كنت حياتنا المغرب على طول عشان رايد ما نقفل مغرب. واحنا صغيرين على طول كنا نقد الوك اند على طول في المغرب. بنت خلت امي مغربية. بس انا في امريكا عملت فيلم وصقيقي مع موسيلا كورتين كوكس. اه. وفريق اسمه فريق روجز الامريكي. كان اول مطر بحضرتك يطلع من هنا يعمل فيلم وصقيقي في امريكا. والفيلم. عن اي فيلم وصقيقي عن ايه? يعني عن مصر ان مصر ما فياش حد ارهابي دورة متسامحة. وانا رحت مسيلت مصر اتجل. عمري دياب ما عملش دي حركة اللي بقولك اه عمري دياب ما عملش اه اللي انا عملته دا. ما هو سعدة هناك اشهر من عمري دياب. من فين? في امريكا. في امريكا. اه? في امريكا. لا استوف. بيدحكوني بيدحكوني. طريقة طريقة طريقة. لا بتوزروا احيات ربيه. لا يا جماعة مش هايفها نماشي حلقة كده. اما تعمل فيلم وصقيقي مع الست دي. اسمها كوكتين كوكس حلقة مش عارف اسمي الانجليز. مش هايف انا. لأ. وفريق رنجز الامريكي. مش هايفها ولاي ماشي الحلقة كده. انا ده استاذ. ده حكي. يا معا. ساعد انت ما تقول حاجات غلط. اما تقول انت مشهور اكتر من عمر دياب تبقى في حاجة. مش هو انت اللي قلت حضرك مش انا. ما انت دلوقتي قلت حاجة انا اكتر من عمر دياب. انت اللي قلت حاجة انا اكتر من عمر دياب. انت اللي بتارية والاستاذة الفاضلة بتتحت. بسوط غلط. هو هو عيب ان الواحد ابوي بقى مستريح. يا عمي. انت طلعت في برامج قبل كده. انا ابن شبرة وابن البلد. وابوي رجل شبرة. ما انت استفزت هاتة باول حلبة. الكلام ده كان في الاول. كان في الاول اه. وانا بقول لنا ناسا كان في شبرة اه. وانا غلطت في بلوك شبرة. ايه تور وبسفرنا مبابا للمغرب ومش انت. هو كل واحد مستريح ومعاه فلوس تبتريه عليه. هو حضرك كل حاجة امقول ساعد ساعد لا. غدا لا انت ميقود اللبس وانت قلت子 اللى انت هتسلوخيني و查 자는ك هتسلوخيني باين حضرتك بايني برا في. برة في اي اتكلمتك. اسميا في كل دور برا او لأ فين بget. عشان بك ما تقوليش برا? لا اسمي في الدور. اه في الكل دور حدوك بتقوليه. في القري دور حضرتك갔ك بس اول برة دع دي. اfonك في الكوري دور حضرتك وانت عما عادين مع بعضين افئتين ورق 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 ورق. وانا وقت. انا هيا بقى لي كتير ما شفتهاش. ده عكس ما حنكيش بعد ازن عارتك. ايه? لو سمحت. على ايه? على ايه? انا ما اخدش مخدرات حضرتك. اللي واخد مخدرات عارت نفسه. اللي بياخد برشام عارف نفسه. اللي بياخد برشام عارف نفسه. وانا ماليش في الكلام ده حول دي. ايه. 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 ماتقولي الكلمة دي. غير انت النارده بسود والله. اسأل قالت ايه? ما بكتبت ماشي في شراج بتقول له شاكل واقع برشاة. برشاة معا. ما باخدش برشاة. انا لو شوش تحد وقلت قدامكم فيش ايه حاجة. يلا يا عم رجعنا خلص. يا عم. انت عاملت التاريق عليا? يا عم التاريق ناش ما انت بتقول لي انا طالع انا وبابا المغرب وطيارة. يا بصعوب. ربنا اجعلنا انت اجعلني لو سازر هام وليك اه. كده يا عماش. ايه دا حكيت الطيارة انا وبابا بالروح للمغرب دي. ولازم اقول لي ابي يا. او انت طلعت للمغرب اصلا انتابوك? مت الف متفرج. ايه. ايه. في موازين. ايه موازين يا بابا عشر بيقف قدامك وخلصي. تعالى نزل المغرب انتوما انتا ما يعرفاكش اليه. انا بكرل في حكي اهام فيلم في المغرب. اهم فيلم في المغرب. بص بلدين بلدين في اتنين انا مشهور فيهم. لبنان والمغرب. انت مشهور في لبنان يا سابن. اه اكثر منك. اه 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 انا قلت حاجة غلط اه 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 انا بتتكلم في حكاية انا وبابا بنطلع الويك اند خميس وجمعة عالك في المغرب اه وكان معاي امي برضو اه والله معاي ام العيلة كلها بنطلع وك اند فيه حاجة دي تطلع ايه مغرب اللي هي ايه بقى ورا الشوبرة بعد الشوبرة بشرعين مغرب اللي هي بطيارة بتروح لها اه بطيارة بفيزا ايه ومش عن طور انت وبابا وماما طلعتوا المغرب بفيزا حنبوزو هاتل بازبور عندي اقاما استاذ حنبوزو يا ما انت طلعت المغرب لا ده انا معاي اقاما حضرتك غير يا حبيبي كلنا طلعنا المغرب كلنا سفرنا العالم يعني احنا حاس ان هم بيكلموا في التليفون انت معاي اقاما استواصل احنا هنرجع ولا ايه انا معاكش انا بتكلم انا وبابا الويك اند وحش عالجمهور يعني يا بابا دي بقيت عيب اللي من يا جماعة لا والله ماشي خلال انت مش قادرت انت مسافرتش انت وبابا خالص لا سافرت انا وبابا ومامي كمان ومامي وكان معانا فازر وماظر ماشي خلاص انت كده كده تتاريق والله لا لا كده ست عاصم بتقول ايو اما عاش شكلا قول لي ما عرفكش في المغرب هاتل بازبور ايه لحنبوزو يا ام خلاص يلا طب يلا طب يلا طب يلا اه فيه فيه صورة وريهالك عايزك تفكرك بحاجة ماشي وانت كلمنا عن الماضي اه فعايز اشوف بتفكرك بايه تعالوا نشوف مع بعض يا دي الطيارة اللي طلع انت اه انت بتحكي انا حضرتك انت بتقول لا اصصار لا اقول لها يعني شابات طيارة للتاكسي بتطلع بيها المغرب ايه مش فهم ايه الصورة دي مش فهم ده تاكسي اه ميفكركش بحاجة تاكسي ده صحيح ولا اي حاج ايه المشكلة يعني مفيش ورا عرف حاجة يعني انت ما كنتش بتشتغل سواق تاكسي انا تاكسي سواق تاكسي عمري في حياتي انا انا اشتغلت كل شغلات الا السواق التاكسي وعمري مركبتي تاكسي ايام ايام ما كان الله رحمه ابويا انا عملي معك برنامج السنة اللي قبل اللي فاتت وانت ايه اللي انا شخصيا ان انت كنت سواق تاكسي وانا عارب من الساعة كان سواق تاكسي لا احدش سواق تاكسي اعتبر كنت بهرك زمان تكتب بتهرك وفي كل البرامج بتهرك؟ لا ما هركتش ولا في ولا في فرنامج ولا سواق تاكسي مش عايز بس عشان سواق انت كنت سواق تاكسي يا عمد الناس حبيتك أكتر اما لاقيتك ابن بلد وسواق تاكسي انا عمري حضراك ماش تاكسي انا اركب معاك يا سعد قبل كده في الاخر والله العظيم كذاب. عايزة في العيب يا سعى. لا والله العظيم كداش. عايب يا سعى. ماشي. لا كذاب. ماشي خلاص. لا ما قولي سواء تاكس وانا ركبت معك كذاب. لا بس عيب. انا مركبت. يا عدريدك انت يا في ايه طالب. عايب والله. مركبش معنا كنتشغلت ساعتك تاخدتها بندرة. طب عيب ما. ايه اللي عيب. انت انا ركبت معك. يعني هو عيب ان هو ما يقول. عيب انت عاد تقولي استاذي مش استاذي بقى انت اشتموه في الاخر. انا مش تاهم. وعيب ان اشتمني ده مجرر كبق يقولي انا ركبت معك. انت ركبت معنا. مش هتك باش قال لك ان هو اسكن سواء تاكس. واقال لي انا كمان. واقال للجمهور كلهم. لا ما. ليه بتتغير. يلا. النارده في حاجة. اه اخيرا كده نصيحة. اخيرا لو سمحت. نصيحة اه من الفنان عصام كاريكا لسعاد صغير ونصيحة صغير. ولا انت ولا هو. بعد اذنك. بقول سؤال اخير نصيحة من فنان لفنان. لا. هينصحك وهتنصحه نصيحك. لا ما حدش انا 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 يعني نجم عنك وعنه. ما حدش نصحني. زي ما هو قال. هتحد بقى يكون نجمع. يعني نجم اكبر مني ينصحني. انت لو ماغزة يعني تسعليش من حضرتك. اه يا دوبك ممثلة وانا اهدك خمس مرات. يا دوبك ايه? ممثلة. وعلى استاذ عصام ملاحن على ولاسي وراسي ومثل. وانا اكبر منه في تمثيل. انتوا مين اللي تديني نصيحة انا? اه. انت لجم اكتر مني. اه. تمثيل ايا يا س bewامن. ملاحن يا اتياز. وحيالة ممثلة. اه يا فندم حيالة. اله لا الادب. اه الارب عليك. مش حاجز. بالسلامة لا. بالسلامة واستاذ. بسلامة لا كنا تقلنا حد يا اخوانا غير سعتني . لا من про سلامة انا لا اسف. اسف انتوا مع بعض يا استاذ. لا لا خالص خالص. انت مش عارس اتعامل ازاي معناس. عصام الكريكة كايمة انا? ليه? كايمك ايه? ما انت اللي اول ما عدت وقلت ما ينفعش. لا ما انا مفعش بشيته للكايمين. طبعا احنا هايزين اهضغت. ولا ان تقول عصام كريكة كايمة. على الاسئلة ولا تعمل. ابو السعود انت ما كنتش نحل اما تشوفني ابو السعود اصلا. ليه يا استاذ نعم ايه يا استاذ انا صاحبي عاد الامام ومصر كلها اصحابي. عاد الامام ما اعرفكش اصلا يا سامي. لا يا عرفني. على فكرة احسن ملاحم في مصر عمرو مصطفى بيجيقعب معاني على القهوة. قهوة? اه بيقعب معاني على القهوة. دمرت الراجل وتاريخ الراجل قدام جمهوره. قهوة. على قلت ليه تاريخ اصاب. اه ارهام احنا كده قدام الناس حتى شاكلين مش حلو. لا واقف يا عم. وحلو ولا مش حلو. انت بكلامة اكنك متعرفاش. اكنكم مش مزبطين مع بعديكم تقول لاتنين. هنزبط هي عيب اللي انت بتعملو ده. باقول لك ايه باقول لك ايه باقول لك لا متقولشة. لا متقولش يا حلو يا متقولش حلو. انت هيتم مع بعديكم ايه وعايزين انت تطلع اهلن ايه يعني ايه بقول عم احنا اخراتش فيك ما تقولش ايه وتريكي ما مع بعديكم um BEN gone cut into to G with the تبقى انتو الاتنين كلادور ايه? كلادور ايه? كلادور ايه? احنا في القناة النهار يا الاناس دي زميلي ها? طب اقول لك حاجة? اه. عشان. وقبلوا ليييي الايهانة عشان تبقى فاهمة. عشان تعرف انها متساول. اه. ولا انتي ولا هو ولا مصر كلها تعرف اعمل لما ايا حاجة. انتو الاتنين. امي الصعود انت اخرج رزاسة. امي الصعود انت ماشي. على طلق بالتلاتة كتفكو انتو الاتنين وتقولوا احنا غرابة عبد برا. روح طلق بقى. والمصحف نحن غرابة عبد. روح طلق. ما انت تقول انه عارت اتجاوز واتطلق. روح طلق. اه طلق. وملتش السؤال ده ليه في الحلقات? لا انا اقوله. لا ما تقولش تخاف. مع بعضيكم. تخاف لينا اللي كنت متجاوزة? اه مترتبنا مع بعضيكم. شارب حاجة. لا انا مش شارب حاجة يا عم الامور. شارب بيبسي اصدي. اه اللي اتولك ايه? متعرفش تقوله. لا لا لا. ليه متعلمة بالبسكويت? ولا ينفع كانوا يدخلوك من الباب. من اين? والله. على فكرة انا ابو كانت اتجي تدخل الجامعة كانت اقول لك. ابو يا كانت اشتري المنطقة بتاعيكم كلها. اللي انت ما تعرفوش. ابو كان شغالي ابو بالعلم. كان شغالي. طب اتواصل. والله العزيم سول. والجمهور بيتحك. ده مستفزة اكتر. امان ما يتحكش عضرتك. اما انت عمل لنا مسرحية. عارفين انت بتكلمي غلط انت عصام. عصام. عارفين. اه عصام حضرتك. غيرت اسمك حكو انا معرفش. عصام حف خمس دايق. ده قال لك يا امور. عصام بلانش. بيتجيبنا الروم على رأيي يا محمد سعد. ورب الله شارب حاج. شارب بيبسي. وعدي اذنك نزل رجلك. شمعنى ما بتوش نزل رجلك? معاك حق. اه نزل رجلك عمو امور. ماشي امور? اه امور طبعا. مالوعيش? لا مش مش حلو. ايه يا الزهر بقى كده عارك الادب ما انفعش حضرتك. اهو بقى راحتك بقى. طب اقول لحاجة. ما انا كنت فوق. والله العزيم لا. اقعد عشان هقول اخر كلمة. اخر كلمة حضرتك. اخر كلمة. عشان نورك بس. يا عم ولا نور ولا بنور ما بتسعودك كده. اه. انا منور لوحدي. اه. انا ممكن اعودين اقول نور يعني عشان افهم كفاهم تمثيل. اهنوا راو حضرتك. اهنوا راو. اتكلم حضرتك. خلاص يلا. يا سعد الافوارة اللي انت في. افوارة ايه بس وبتاع ايه? دلوقتي سعدوا افوارة. يا الله استاذ. استأذنك. حوت يا استاذ رجلك عاجل. متهيأ لي يعني متهيأ لي عشان ما بقاش بتحكي عليكم ان ان لما سعد افوارها شوية في الاخر اصنفهم. ان هو بيافور. واش اريب حاجة. عشان. لا بس لحينا مني فيك مقلب انت فهمتو في الاخر ايه? انا ليه بقول فهمه في الاخر? لان ما بتادي يقوله يا امور ومش عارف ايه وبتاع. لما هي ترينيش ان اصام بالهدوء ده. لان لو سعد عمل معي كده. لا اخر حاجة توقحها ان انتي تعملي كاميرا خفية. بجاء ما هو ده البلوف عشان كده عملنا كاميرا خفية. لكن اكيد لا يعجروا انه يعمل فيك كده. ولا لو كلمني كده على فكرة قمقسم ونصين. انت فاكر ان انا هقعد اسكت له كده. ففي ثانية كلمة قالت عملت شرارة فجأة ابتدى هجوم ابتدى نفسانة ابتدى حرق الدم ابتدى بالزبط اللي بيحصل في شارعنا دلوقتي. بالزبط اللي بيحصل في مجتمعنا دلوقتي. والصوت يعلى. وبتدى ده يعير دب ده. وده يتريق على ده. وممكن قوي لو ما كناش في البرنامج ده. كان الموضوع تحاول ان اتنين ضربوا بعض. هو ده اللي بيحصل في الشارع كل يوم. وهو ده اللي وصلنا به للي احنا فيه دلوقتي. لازم نسمع بعض. ولازم نختلف. ولكن ما ينفعش يبقى فيه خلاف. وهو مثال حي جدا. بس بس ان شاء الله بإذن الله بعد البرنامج ده نتعلم نسمع بعض. شوفكوا بكرة وتسبحها لخير.